من أبنائها يعيشون تحت خطر الشباب يتفردون في الجامعات ولا يددون عملا متعطلون متبطلون ولكن فئة معينة هي التي استأثرت لأنوال الدولة أراض الدولة ينهبونها كما قال الشعب في إحدى مظهراته إن كيبول الطماطب بعشرة جنيه ومتر مدينتي نصر جنيه هناك قرية أحد كبار المحشوبين ثم يتحرك مني ومتر أمان وكيبول الطماطب تعشر جنيه يعني كان واحد على عشرين من الكيلو يأخذ المتر كانت تساده على أشد فأسقط الله الطوارئ وكانت فرحة رأيت هذه الفرحة في كل عين على كل وجه الناس بالأمس حينما استقبلوا هذا النبأ استقبلوه بالبكاء كله بالجزيرة تحدث احدهم شبابا وشبابا ورجالا ونساء كلهم يبكوه لم يكن أحد يصدق أن يزول هذا الظلم المسرح المستقوى بالخارج المستقوى بالأمن الدولة ومستقوى بالقتل السل والقتل في التعذين فرح الناس رأيت هذه الفرحة التي تعبر عن نفسها بالبكاء كما قال الشاعر قديما ورد الكتاب من الحبيب يقول لي أنه سيزورني فاستعبرت ألفان ورد الكتاب من الحبيب لأنه سيزورني فاستعبرت ألفان سالة العبرات غلب السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني يا عين قد صار البكاء لك عادة تبكين من فرح ومن أحزان كانت الناس عبرون عن سروره بالبكاء كانت نعمة من الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر